السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم السبت 14 تشرين الثاني أكتوبر طبعا اليوم القمر موجود في الميزان وفي عنا كسوف للشمس حلقي طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة وفيها تفصيل كامل وبنصح الجميع أن يحضرها عشان يعرف تأثيرات والزاوية اللي رح تتشكل والأمور هي طبعا القمر اليوم موجود في برج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان لغاية يوم الغد الأحد الساعة 11 و3 دقائق بعدها بنتقل لبرج العقرب القمر موجود في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والظفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 11 و46 دقيقة من فجر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل طبعا القمر بما أنه موجود اليوم في برج الميزان فمنشعر أكثر بأن هاي الفترة أقوى عاطفيا وبرضو نستغلها لتقوية الروابط العاطفية للعلاقة مع الأحبة أو لتحسين علاقة زوجية شوي كان فيها بعض التوتر أو بعض المشاكل أو سوء تفاهم بيقدروا اليوم يبادروا بعملية المصالحة في هاي الفترة إحنا نشطين أكثر اجتماعيين من ميل الأمور اللي لها علاقة بالاسترخاء والتأمل والرومانسية والحب وطبعا فترة واضحة بتكون للعشاق ولكن الغيرة هي اللي بتسيطر خلال هذا اليوم وخصوصا في العلاقات الضعيفة أو اللي فيها بعض الشكوك وهي بتسبب نوع من أنواع التوتر خلال هاي الفترة مننجح في الأعمال الفنية ككل وتنفيذ أي مشروع أو أي فكرة مشتركة برضو ممتازة جدا لإقامة الحفلات أو الديكور للبيت أو تزيين مكتب أو يعني شراء أشياء جميلة ومميزة بالنسبة للزوايا الفلكية والأحداث الفلكية اليوم عندنا أول زاوية رح تكون هي زاوية يعني بتبدأ تأثيراتها خلال هذا اليوم زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو هاي زاوية خطيرة شوي بتبدأ تأثيراتها من اليوم 14 عشرة يعني بتصادف بدايتها مع بداية الكسوف وتنتهي يوم 28 عشرة طبعا ذروتها يوم 21 عشرة الساعة 2.8 دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش فهاي زاوية بتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بتضع عقبات في طريق نجاحنا بتسببنا عدوات خفية كما أنها بتزيد من حدة شهوانيتنا وبتضر بالصحة وهذا شيء ممكن يسبب أمراض خطيرة وبرضو دوليا هي يعني سبب مباشر في أنها بتثور المشاكل والحدية والعنف والمواجهات اللي إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتدل على وجود مؤامرة ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين أو التعرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس عالية ومنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ما بين القمر وبين الشمس عادة هي بتكون زاوية ولادة الهلال أو بداية الشهر العربي طبعا رح يصدف أنه هاي زاوية رح تتشكل ورح يتشكل معها كسوف الشمس الحلقي اللي رح يكون في الميزان الساعة طبعا الزاوية هي زاوية الاختران الساعة خمسة واربع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ولكن الكسوف طبعا رح يبدأ الساعة خمسة عشر وثلاث دقائق بتوقيت جرينيتش ورح ينتهي ساعة عشرين وخمسة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش طبعا بذكر هذا التاريخ زي ما ذكرت في حلقة الكسوف لأنه الوقت لازم ينحس بصح للأشخاص المقيمين في الدول الغربية لأنه هذا الكسوف رح يكون أكثر وضوحا أو رؤية في الوليات المتحدة الأمريكية المكسيك أمريكا الوسطى وجنوب أمريكا طبعا بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين فبتجعلنا قلقين ومتشائمين ومتقلبين وبتزيد من الصعوبات اللي ممكن نتعرض لها مع الجنس الآخر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة والجلد كعضول اللمس والبنكرياس والأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية طبعا خلال هذا اليوم ما بنصح نهائيا لإجراء العمليات الجراحية ماهما كانت الأعضاء وخصوصا الأعضاء اللي ذكرناها تحديدا هاي يعني ما بنصح فيها نهائيا باقي أعضاء الجسم ما بنصح فيها لأنها فترة كسوف كش فيها تركيز وفي نفس اللحظة يعني إلا إذا كانت العمليات الطرارية وما في مجال التجيل هذا مش بإدنا أيضا هاي الفترة نحكي إنها غير مناسبة لعمليات التجميل لا الحق ولا الجراحة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولا يصلح لقص الشعر العلاجي ما يعني التجميل حتى بده تركيز فما غنصح بالأمور التجميلية يعني نحاول قدر الإمكانه إنه يكون يوم روتيني بالكامل بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الميزان زي ما حكينا خلو المسار رح يكون يوم الغد والانتقال فعشان هي خلو المسار يوم الأحد بيبدأ الساعة سبعة ودقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لبينتهي ساعة 11 وثلاث دقائق ظهرا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لبرج العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد ولكنهم ما زال بينحسب على 29 يوم في تمام الساعة 13 دقيقة فجرا بصير 30 يوم بكون لسه ماء صار الاقتران ونسبة الإضاءة 0% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيدة بنسبة 100% القمر في الميزان حتى يوم 15 عشرة سعيدة الآن بنسبة 60% في ساعة المساء بصير سعيد بنسبة 15% عطارت في الميزان حتى يوم 22 عشرة منتحس بنسبة 15% الزهرة في العذراء حتى يوم 8-11 سعيدة الآن بنسبة 5% في ساعة المساء بصير سعيد بنسبة 30% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 سعيد بنسبة 45% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-11 منتحس بنسبة 15% قرانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ما تنسوا أن القمر موجود مقابلكم تماما فعشان هيك اليوم ما بيجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث والأعداء لأنهم كثر في هذه الفترة برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا ما تكونوا تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن تجدوا صعوبة في بعض العمال لأنه ما في تركيز زيادة اليوم على العمل أو ممكن يصير في نوع من أنواع التهرب من المسؤوليات نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتنشطوا اليوم في بعض الأمور ولكن ممكن يتراكم العمل لديكم برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء طبعا بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من الأحبة ومن تعزيز العلاقة معهم وبتفيدكم الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنه ما تحاولوا تفرضوا وجهة نظركم على أحبائكم وأبنائكم لطفوا الأجواء وحاولوا أنكم ترجعوا العلاقات لطبيعتها اليوم الأجواء جيدة وممكن تنتصر على كل الاعتبارات أو تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أنكم تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاول أنك تواجه الأمر بمنطقية وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا بتنشطوا في مجال الدراسي والسفر والاتصالات ولكن بدكوا تنتبقوا أثناء حركتكم أو أثناء قيادتكم للسيارة بوسعكم اجتياز امتحان ولكن لا تعتمدوا على الحضوض بإمكانكم اليوم أنكم تعززوا العلاقة مع الإخوة أو الجيران بتكثر النشاطات على حسب حق الإختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أو مواقفك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعا اليوم يحملكم أمور إلها علاقة بالوضع المالي ولكن بدكوا تنتبهوا من المصاريف انتبهوا من المحتالين ومن ضيع الأموال في فرصة لمكسب مالي ولكن هاي الفرصة بتيجي من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أهم شيء ما تتهربوا من تقديم المساعدة للأشخاص اللي بيحتاجوها ولكن مش ينتصب عليكم لا تبالغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعا اليوم من المفروض أن يكون في بعض النشاط ولكن مع كسوف الشمس بتشعر بنوع من أنواع الدوار أو أنك هيك مكتئب أو حالتك النفسية مش مستقرة في نوع من أنواع الحدية بالطباع إلا أنه مع سعادة القمر والشمس شوي هاي بتعطيك شوية إيجابية أنه يعني بتحس نوع من أنواع الثقة بالنفس بعض الأوقات بتستعيد حماستك وخصوصا في ساعات الصباح ممكن تهتم بمظهرك أو يعني بعض الأمور اللي إلها علاقة بإنجاز أمور تراكمت في الأيام الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتكن تنتبهوا بشكل كبير لأنه اليوم القمر والشمس وكسوف الشمس في بيت المتاعب فتتراجع صحتكم بينتابكم شعور بالتعب والملل طبعا لأغلب موليد برج العقرب مش الكل حاولوا أنكوا تخلدوا للراحة حاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وبتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء جديد خلال هاي الفترة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوي لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبإمكانكم تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمعن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء ما تستسلم بل كرر المحاولة ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على أصدقائك واحذر من بعض النقاشات الحدي معاهم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هذا اليوم بدنا نقول أنه جيد للي بيبحث عن عمل ولكن ما في حضوض يعني إذا كان عندك إمكانيات عالية ممكن اليوم يكون مناسب له لك ممكن هيك نوع من أنواع التغيير على طبيعة عملك أو ممكن ينتبه لك المسؤولون عنك أو يقدروا جهودك ولكن حاول أنك ما تدخل بأي جدال أو يتصير في أعمالك بتتسلط عليك الأضواء فعشان هيك بدك تكون حذر برضو هذا بيت السمعة حاول أنك يعني ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك وقدم أفضل المستطاع برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات اللي بعيدة وخصوصا مع أشخاص خارج البلاد عشان هيك إذا في سفر حاول أنك ما تتأخر عن طيارتك اتفقد أوراقك وأمتعتك وأحذر أثناء قيادتك للسيارة على الشوارع المفتوحة يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش موضوع عندك قدرة عالية جدا قوة فكر وذكاء وبإمكانك أنك اليوم تعمل اللي بناسبك ولكن ما تبدأ بشيء جديد حاول أنه يكون بس عندك ثقة بنفسك ما تتردد هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء ما تهملوا صحتكم الأجواء ممكن يعني تتحسن شوي ولكن مع الكسوف يعني بدك تنتبه أنه ما في داعي للمغامرات المالية أو المجازفات وتحذروا من النصابين والمحتالين وما تكفلوا حد ماليا بتلاقي أعمالك اليوم صدى طيب أهم شيء ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء